في مواقع في قنوات في بعض المزعين بتروج لحتة ان من البداية من البداية شائعات وتشويش على النادي الاهلي عشان يبعدوه عن البطولة او يبعدوه عن التركيز في الملع من البداية متعمدة ومقصودة ولكنهم مش عارفين حاجة مهمة جدا 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 جماهير النادي الاهلي مش بالستزاجة دي لعبة النادي الاهلي مش بالستزاجة دي مجلس ادارة النادي الاهلي مش بالستزاجة دي ولا المنظومة كلها في النادي الاهلي بالستزاجة دي احنا عارفين ان شاء الله سكتنا ومستمرين فيها ومشيين فيها لان الموضوع دوت جمهور الناس الاهلي خلاص حفظوا صام كان فيه تأثير مننا السنتين اللي فاتوا اعترفنا بيهم ولكن كان فيه حاجات اقوى مننا للأسف ضيعت مننا بطلتين انما السنة دي زي ما شفنا بداية انا متفائل يعني انا دايما بحب بتفائل انا شايف ان النادي الاهلي مع ميستر كولر بداية موفقة جدا بداية جيدة جدا لو اتكلمنا على الاجابات هتلاقي اجابات كتير جدا 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 الجاهزية الفنية والبدنية المفروض النادي الاهلي فافضل حالاته بدء الموسم بحالة طيبة جدا 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 لعبنا عشان الناس بقى اللي كانت بتقلل من قيمة المكسب اللي احنا عملناها الاسبوع اللي فات مع التحاد المونستيري اولا التحاد المونستيري فريق قوي جدا من تونس وما ادرك تونس ودول شمال افريقيا بنتكلم على فريق تقيل هتقول لي ما هو ما ظهرش بصورة كويسة المدشين اللي فاتوا ايوة من السبب لما نيجي نتكلم فنيا من السبب من اللي خل ما نظره كده طريقة لعب النادي الاهلي اسلوب لعب النادي الاهلي روح لعب النادي الاهلي في الملعب فكر المدير الفني في الملعب هو النادي الاهلي هو اللي خلق الاتحاد المونستيري اللي يظهر بالمظهر دوا انت ليه عايز عايز دايما تهدم حقي او ما تدنيش حقي والبعض عمل يعني من الفسيخ شربات وقال لك الدنيا وكسر الدنيا وناس كسبت خمسة وناس كسبت نش عارف ايه مع الفوارق الفنية بين الفرقتين تبتلعب بطل تونس وماتش صعبة جدا خسران بطول الدوري عنده بفرق نقطتين عن الترجي التونسي وإحنا عارفين قديه قوة الترجي التونسي وعارفين قديه قوة الدوري التونسي ولكن اللي عايز اقوله جمهور النادي الاهلي من البداية كلنا ورا فرقتنا البعض يقول لي بعض الناس يعني يقول لي ان انا بجامل كتير قوي هنا وبطبطب في بعض الاحيان وبطبل في بعض الاحيان هو النادي الاهلي محتاج تطبيل يعني انا عايز اعرف بس هو النادي الاهلي محتاج تطبطب ولا محتاج تطبيل ولا محتاج ان انا اتكلم عن النادي الاهلي اكبر من كده بكتير جدا 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 وفي حاجة تانية كمان عايزة أقولها لو إحنا كجماهير النادي الأهلي مش حنوقف ورا فرقيتنا ورا نادينا ورا مجلس إدارتنا ورا رئيس نادينا ورا المنظومة ككل مين اللي حيوقف وراه؟ وإنت عايز نقعد أهاجم وأدوس عشان تقولي إن أنا في الآخر محايد مين اللي قال كده؟ وبسمع بنفسي كلنا بنشوف وبنسمع الخنوات اللي بتهجمنا بتعمل إيه؟ الأصوات اللي بتهجمنا بتعمل إيه؟ تعايزين نعمل إيه يعني؟ يعني الجماعة اللي هما بيهاجموا الجماعة اللي هما بيهاجم يعني إنت عايزني في قناة النادي الأهلي أطلع هاجم النادي الأهلي مكفى بيت القنوات ومين اللي حيوقف مع النادي الأهلي؟ يعني لو جمهور النادي الأهلي العظيم مش هيوقف مع النادي الأهلي مين اللي حيوقف؟ إحنا كلنا كلنا عارفين اللي بيحصل من بعض القنوات من بعض المزعين ومن بعض الصفحات اللي بتاجي من نادي الأهلي بصراحة موضوع بقى ممل جدا 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 لكن خليني بقى أعدي الموضوع ده لأن جماهير النادي الأهلي وعية جدا وعية جدا وعرفة أن الكلام ده أصدق أن جماهير النادي الأهلي تقلب على النادي الأهلي تقلب على عيبة النادي الأهلي تشتتها يعملوا بلبلة جوا صفوف النادي الأهلي وده مش هيحصل جمهور الأهلي العظيم ومناسبة جمهور الأهلي العظيم برضو اللي حاولوا يشككوا الأسبوع اللي فات في جمهارية النادي الأهلي واتكلمت عنها يمكن الأسبوع اللي فات